ترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة سيد زايد براشد الزياني اجتمع عمل تنفيذ ومتابعة توصيات المؤتمر السنوي الثاني للجان دائمة بغرفة تجارة وصناعة البحرين بمشاركة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد سمير ناس وممثلية الوزارات والجهات المعنية وخلال الاجتماع أكد الزياني أن مساعي الحكومة المؤقرة بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مستمرة في دعم الاقتصاد الوطني ونموه وفي وضع الحلول المناسبة لجميع المعوقات والأزمات التي تؤثر على الاقتصاد للوصول إلى الأهداف التنموية الشاملة لتحقيق أهداف رؤية البحرين الفين وثلاثين ووجه وزير الصناعة لتقسيم التوصيات إلى ثلاثة أقسام رئيسية توصيات قيد التنفيذ وأجرى العمل بها على المستوى الوطني وتوصيات على مستوى غرفة تجارة وصناعة البحرين والعمل على تنفيذ المشروعات بالتنسيق والعمل مع القطاع الخاص وتوصيات تتطلب العمل المشترك مع القطاع الحكومي وغرفة البحرين ترجمة نانسي قنقر